محمد صلاح هيشارك في مباراة النيجر فقط في أجزاء من المباراة وقد لا يشارك في مباراة ليبريا اللي هي مقرر ليها يكون يوم 27 سبتمبر محمد صلاح سيعود إلى إنجلترا مرة تانية للمشاركة طبعا أو للانضمام لفريق ليفر فول علشان يكون موجود أو يشارك في مباراة الدوري الإنجليزي سيعود صلاح إلى إنجلترا يوم 28 من الشهر الجاري محمد صلاح كمان نتكلم النهاردة مع الدكتور أشرف صفحي ووزير الرياضة اللي تواجد النهاردة في معسكر المنتخب الوطني واللي بيقوم بجهد غير طبيعي أشرف صفحي ووزير الشباب الرياضة خلال الفترة اللي فاتت سواء بتوجده بشكل يومي أو بيومين مخصص يومين في الإسبوع بالتواجد في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية أو في بقية طبعا سواء بقى زيارة المعسكرات وعلى رأسها المعسكرات الخاصة بالمنتخبات الوطنية لكن زي ما بقول الحردك كده أن محمد صلاح اجتمع كمان مع اللعيبة وأكد لهم على أهمية المرحلة الحالية ولا يزال محمد صلاح يغب في حصد بطولة أمم إفريقيا كبطولة دولية باعتباره قائد منتخب مصر وباعتباره طبعا واحد من أهم ثلاث لعيبة في العالم طيب زي ما قلت الحقيقة كمان أن روي فيتوريا خلال الساعات سيحسم القرار النهائي بشأن مشاركة اللاعبين الأربعة في النادي الزمالك في الفترة المقبلة مباراة النيجر اللي برضو الناس كانت بتكلم على ليه نيجر وليه ليبيريا فده تم باختيار من بقرار من تحديدا حزم إمام